موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي نلتق اليوم بكم في درس جديد من دروس الكيمياء بعنوان مركبات النترات بداية ما هي أملاح النترات؟ النترات كما تعلمون هو شق سالب يتكون من NO3 ذات شحن سالب واحد أملاح النترات المقصود بها هي مركبات أيونية يكون الشق السالب بها أيون النترات نأخذ أمثلة على أملاح النترات أشهر أملاح النترات استخداما في حياتنا اليومية واحد نترات الأمونيوم ذات الصيغة الكيميائية NH4NO3 نترات الأمونيوم ونترات البوتاسيوم ملح البارود ذات الصيغة الكيميائية KNO3 نترات الصوديوم NaNO3 نترات الصوديوم NaNO3 الصيغة الكيميائية له أيضا نترات الفضة والاسم الطبي له حجر جهنم ذات الصيغة الكيميائية AGNO3 أيضا نترات الكالسيوم CANO3x2 نترات الكالسيوم مثال على أملاح النترات أيضا نترات الرصاص الثنائية PPNO3x2 هذه أمثلة على أملاح النترات وأشهرها ننتقل إلى خصائص مركبات النترات واستخدامها خصائص النترات معظم مركبات النترات موجودة في الطبيعة في صورة بلورات عديمة اللون أو مسحوق أبيض لها قابلية عالية لامتصاص الرطوبة من الهواء ننتقل إلى الخصائص التي تمتاز بها النترات أولا جيدة الذوبان في الماء أول خاصية كيميائية يمتاز بها النترات بأنها جيدة الذوبان في الماء جميع مركبات النترات تذوب بشكل جيد في الماء لذلك تستخدم في صناعة الأسمدة حيث يسهل على النبات امتصاصها بعد ذوبانها لإحتياج النبات لعمصر النايتروجين لتكوين البروتين داخله مثل نترات الأمونيوم NH4NO3 إذن نترات الأمونيوم يستخدم كسماد في النبات سؤال فسر لماذا تستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة؟ لأن النترات الأمونيوم تذوب بشكل جيد في الماء وهي خاصية من خصائص النترات إثنان لها صفة حمضية ضعيفة المحاليل المائية لمركبات النترات لها صفة حمضية ضعيفة لذلك فهي تستخدم أسمدة النترات في الأراضي مرتفعة الحموضة pH أقل من خمسة فهي تعمل على رفع قيمة الـ pH للتربة مثل نترات الكالسيوم CaNO3x2 كيف ذلك؟ وذلك بسبب تذوب نترات الكالسيوم في مياه الري فتتأين أي تتفكك إلى أيونات النترات NO3 سالب 1 وأيون الكالسيوم موجب 2 داخل التربة فيمتص جذر النبات النترات أسرع من الكالسيوم فيتخلف الكالسيوم في التربة ويكون مركب قاعدي فيعمل على رفع الـ pH قليلاً في الوسط حول جذر النبات سؤال لماذا تستخدم نترات الكالسيوم في معالجة الأراضي مرتفعة الحموضة؟ الحل ذوبان نترات الكالسيوم في مياه الري يؤدي إلى تفككها إلى أيون النترات NO3 سالب 1 والشق الآخر أيون الكالسيوم CA موجب 2 حيث يمتص النبات أيون النترات ويتخلف أيون الكالسيوم في التربة حيث يتفاعل مع مياه الري مكوناً محلول قاعدي يعمل على معادلة نسبة الحموضة في التربة وهي الخاصية الثانية وهي أن مركبات النترات لها صفة حمضية ضعيفة الخاصية الثالثة التي تمتاز بها مركبات النترات وهي بأنها مركبات سامة وعوامل مؤكسدة إذن النترات هي مركبات سامة وعوامل مؤكسدة لذلك تستخدم بعض مركبات النترات في مجال الطب عن طريق الاستخدام الخارجي فقط ولا يصلح بالتناول عن طريق الفم لماذا؟ لأنها سامة مثال نترات الفضة AGNO3 التي تستخدم كملطف للجروح الناتجة عن الحريق لمنع النزيف رابعاً والخاصية الأخيرة التي تمتاز بها خصائص النترات وهي معظم مركبات النترات مواد مساعدة على الاشتعال لذلك معظم مركبات النترات تستخدم في تركيب البارود وصناعة المتفجرات والألعاب النارية مثال نترات البوتاسيوم يستخدم في صناعة البارود وصناعة المتفجرات والألعاب النارية كذلك صناعة أعواد الثقاب مثال نترات الرصاص الذي يستخدم في صناعة أعواد الثقاب PPNO3x2 إلى هنا نكون قد انتهينا من خصائص النترات وهي أربع خصائص أولا بأنها مواد جيدة الذوبان في الماء إثنان لها صفة حمضية ضعيفة ثلاث هي مركبات سامة وعوامل مؤكسدة رابعا وأخيرا هي مواد مساعدة على الاشتعال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته